كتبت قبل كده عمل تناولت فيه أو عالجت فيه مشاكل الست المتطلقة؟ أه، حصل حلو حكيت إزاي إن الست بتمر بالأحاسيس والأوجاع دي كلها إزاي؟ يعني عملت إيه؟ بص يا أقول لك مبدئياً تجربة الانفصال عموماً تجربة تخص الراجل والست مع بعض يعني الوجع فيها مشترك برافو عليك فأنا مش هعفي الراجل من إنه يتوجع ولا في نفس الوقت هجي على الست هقول إنها جامدة قوي الاتنين بيتكسروا حقاً تما تحصل الأزمة دايماً كنت أقول وكان الكلام ده بيديق الناس بس وفيه رجال على فكرة سوية ومحترمة جداً أنا شفت يعني حد من المشاير برضو المحترمين بقى قالك الخسارة بتبقى على الست وعى الراجل مية في المية يعني الراجل اللي هو كمان يا جماعة الراجل لما بيتطلق ما هو الراجل مطلق يعني ليه الست مطلقة؟ فيه راجل مطلق ما هو الطلاق بيحصل بين طرفين يا جماعة طرفين راجل وست زي ما بيتجوزوا راجل وست بيتطلقوا راجل وست فالخسارة بتبقى على الطرفين وبتلاقي فيه راجل بيحزن سنين ومبيعرفش يرتبط مرة تانية واتلاقيه مكسور وحزين لأنه هو فقد حب غالي عليه وفقد إنسانة كويسة وبعيد عن الحب وعن كده العشرة 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 في حد ذاتها مساحة بتخلي البني آدم بيحس أنه هو في السيف سايد وعنده كونفرت زون يقدر يرتاح فيها وقت ما بتتكسر راجل وست بيتكسروا من جوه حتى لو كان يبدو إن المجتمع مدي للرجل صلاحيات تأهله لإنه هو يبقى يصلي بحيله شوية لكن فعليا من جوه لأ بيبقى مكسور هو كمان فأنا أعتقد إن المطلقة عندها أزمة هو كمان عنده أزمة اللي اتنين محتاجين يرجعوا بعض عشان يشوفوا القصة دي تأثيرها هيبقى عاملة إزاي عليهم